مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي تطاسات كتقرجوهم وتقطعوهم وتعطيهم المياه كين يديرات طريقة أخرى هالنوع من الشرابات كما تشوفوا معايا أنتم مرحبا كين الحلامات مهم كل واحد كيف يقدم المياه الأراني ولكن هذه الحلقة سنقسمها لشقين كين الناس دي البادية وكين الناس دي المدينة يعني اللي عندهم الماء دي الصونبور دي الروفيني يعني بالدرجة العادية دي الروفيني الماء دي الروفيني إذن الناس اللي عندهم الروفيني طريقة دي التقديم دي المياه إلا لحظوا معايا مني كتحلوا الماء يعني جميع المناطق المغرب يعني كنتظر على المغاربة يمكن يقدر يكونوا تاب بلدان أخرين يعني دول أخرين ولكن احنا كنتظروا على المغرب يعني كتحلوا الروفيني كتكبوا واحد الماء يعني أش كتلاحظوا كتلاحظوا أنه في اللول كيكون يعني فيه واحد كشكوشة هذك الكشكوشة راه الكلور هذك الماء راه مداوي يعني كيديروه الكلور هذ الكلور اسموه ماشي موذر ولكن راه خصو تخليه يرقد كيفاش تخليه يرقد؟ يعني في العود ما غتعطيه الأراني لديكم مباشرة المياه الماء ممكن أنكم تخزنوها في القرعة مثل هذي مثلا قرعة بحال هكا بحال هذي الشكل ممكن أنكم تخليها في قرعة بحال هكا أو قرعك بصغيرة أو بيبغيتون قرعة دير عشرة يطرون مثلا ماشي مشكي إذا طريقة وهي كالتالي أنكم غتكبوا المياه وتخزنوها بحال هكا تخزنوها كتخليها وحدة ليلة كاملة وتعطيها لهم ما كينتم مشكيه القادية ديال الناس اللي كيخافوا عن الانانيب يلوم من الحرارة إسمو غادي يجيون في العقل ديالهم غادي يقولوا باللي غادي نشدو يعني فوقيت اذيك الدروة يعني ديال الظاهرة يعني اللي كتكون يعني الشمس حا يعني ما كنقوله حارة ونشدوه نعطيهم الماء من كلاجة إذا عطيناهم الماء من كلاجة كنوا متأكدين أننا غادي توادعوا مع ديال الارانيب يعني بالداريجة بلا من منزوقوش هذا إذا عطيتهم الماء في الوقيتة ديال يعني الدروة ديال الحرارة وهذاك المياه باردة يعني من التلاجة كيسمو كيوقع أن المصامن ديالهم ما كيحتملوش هذيك دراجة الحرارة الباردة مباشرة كيموتوا تحلم واحد كي إني هادشي واحد المدة واحد السيد دارها الطريقة هذي كانت عندو واحد يعني ثلاثة الخلفات ولا يعني عدد لا بأسة به وكان كبرهم مزيان إلا أنه كيتفاجئ أنه كيعطيهم الماء بارد يعني من التلاجة يعني كيقولوا هذي نخفف عليهم يعني بحالهم بحال الإنسان يعني هذي نخفف عليهم من يعني من لكل العناء ديال الصهد وديال الحرارة قال شنو شنو نعطيهم؟ نعطيهم ماء من التلاجة ماء بارد شنو كيوقاع؟ نعطيهم كيقاع أنهم كي كي الكرش ديالهم يعني الجهاز الهضمي كي يقاع واحد يعني تغير في درجة الحرارة وكيتفاجئ بهم أنهم كيموتوا هذا الشق الأول من الحلقة من الحلقة. الشيخ الثاني وهو انهم يكونوا في البادية. الناس ديال البادية معروفة انهم ما عندوش ماء الصنبور. يعني اسمه احنا كنا نعذرون الناس اللي كيشبدو المياه من الآبار من البئر. شنو كيوقع كيلقاو ان الاناني ديالهم مع المدة كيولي البول ديالهم عزكم الله كنا نعتادر على الكلمة هذي ولكن يعني خلصني ضرورة نشرح هاد اللقطة هذي وهو انهم كيولي الفزيك ديالهم احمر مدمم. يعني شنو كيوقع كيوقع ان هاد المياه الجوفية كتأثر لهم على المسارن ديالهم وكيولي الفيزيك ديالهم مدمم احمر ما كيفهموش علاش. طريقة سهلة مش 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 مشكل انكم تلقاو ان المياه ديال الآبار يعني فيها مخلطة بوحدة التراب يعني ضروري انها انها ستصفة وخدتصف فيها كيبقى فيها هذك كيبقى فيهم هذك المشكلة. طريقة وهي انكم تشدو واحد العشرية يطرون مثلان ولا عشرين يطرون لا وتودلوها على النار يعني تسخنوها لواحد درجة معينة وتقدموها لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال انهم لا يعطيهم الماء من الصنبور مباشرة وحتى الانسان يحاولوا انكم لا تاخدوش الماء من الروبيني مباشرة خليه اما سخنوه ممكن انكم تسخنوه ممكن انكم تخليه واحد لمدة عا تشربوه لا تشربوش بالكشكوشة دياله هنا را تتقطر على المعدة بشكل سيلبي هنا قضية اخرى وهو الشكل الثاني من الحلقة وهو بكل بساطة المياه ديال الابار ما تعطيوهاش الان انبديالكم را تتقطر لهم على المعدة ديالهم سخنوا هادا كلمة وعطيوه لهم للصحة والرحاء ان شاء الله كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم حلقة مهمة حاولوا انكم تفهموش انها شنوه يعني تعملوا بدكاء مع كيفاش تعطيوه الانب ديالكم المياه يعني حركة بسيطة ممكن انكم تحتفظوا على الانب ديالكم الحلقة ديالنا رسالات ما تنسوناش بجر زير جامد كيولا زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة